مجلس التنسيق السعودي البحريني في يوليو من عام 2019 ليكون نقطة انطلاقة لمزيد من التعاون المشترك وثمرة من ثمار التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين المجلس التنسيقي برئاسة أولياء عهود البلدين الشقيقين دليل على انسجام الرؤى والمصلحة الواحدة لتحقيق الرقي والتطور في مختلف المجالات ومؤصلة العمل على تعزيز التكامل والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين وفي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في ديسمبر من العام 2021 تم خلاله إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين واستعراض 65 مبادرة في مجالات عدة ويهدف المجلس التنسيقي السعودي البحريني إلى تحقيق مصالح البلدين وتعزيز قوتها وتوفير فرص جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين وفتح المزيد من مجالات وقطاعات التعاون المشترك في كلا البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة العديد من المشاريع المشتركة وتنميتها وتعزيز التعاون العسكري والأمني لمواجهة التحديات هذا ويعمل المجلس وفقا لما نص عليه الاجتماع الأول والذي انبثقت عنه خمس لجان فرعية للعمل في عدد من المجالات ليجسد المجلس فصلا جديدا من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين